السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر محمد السرفي من كرياتيب جروب فرع المنصورة في الجزء الثاني من السيشن رخم ثلاثة وعايزين نتكلم دلوقتي على موديفير اسمه تويست. تعالوا نعمل بوكس كده. بالمنظر ده وهشيل بتاعي نيه. وهروق لقيمة موديفاي ورفتح الموديفير لست بتاعي. بدوس حرف تي ودور على موديفير اسمه تويست. او لما تحط الموديفير هتلاقي شكل الجزم بتاعك نزل بالمنظر اللي احنا متعودين عليه ده. هو بيعمل ايه بيلف الكتلة حولينا في ساقة وبيعمل لها عملية عصر. ازاي لو انا زودت الانجل بتاع التويست بالمنظر ده هتلاقي ان هو بيلف لك الكتلة. ولكن ايه اللي حصل عندك? الجزمه بيقول لك ان الكتلة المفروض دي بقى شكلها كده. ولكن هو مش قادر يخليها كده لان هو ما عنده السيجمنت كفاية. تخليه يقدر يعمل كده. فتعالوا نزود السيجمنت اللي في الهايد بالمنظر ده كل ما هنزودها كل ما الدنيا هتبقى اكتر والشكل بتاع هياخد التويست بالشكل المزبوط. تمام? يبقى اول براميتر عندي هنا اللي هو الانجل لو انا زودته كده هتلاقيه بيزود التويست بتاعي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طيب. في براميتر هنا اسمه البياس والبياس ده لو انا شدته الفوق بالموجب كده هتلاقي ان هو بيقللي التأسير بتاع التويست بتاعي من تحت وبيزوده كل ما بنتلع لفوق. لو انت خليت البياس ده بالسالب كده هتلاقيه بيعمل العكس ان هو بيبقى التويست تأسيره تحت قوي وكل ما بتطلع فوق كل ما تأسيره بيبقى خف يعني لو احتاجنا حاجة زي كده. في عندي هنا التويست بتاعي وهو بيديفولت على الزد ده معناها ان هو مسك محور الزد ونفز عليه التويست. طبعا لو انا خليته واي كده هينفزه على الواي ولو خليته اكس هينفزه على الاكس بالمنظر ده. بس طبعا الوضع المناسب للبوكس احنا عاملينه ان هو التويست يتنفز عليه في وطع الزد. طيب. اللي احنا متعودين عليها لو انا فعلت الليمت افكت كده هتلاقي طبعا شكل التويست باز. ده بسبب ان الابر ليمت واللور ليمت بصفر. لو انا مسكت الابر ليمت وطلعته لفوق كده هتلاقيه بيعملي التأسير بتاع التويست بتاعي لغاية الابر ليمت بتاعي وبعد كده بيطلع ستريت زي ما هو من غير تويست. طيب لو مسكت اللور ليمت بتاعي وبعد كده هتلاقي ان نفس الكلام اللي انا متعود عليه التأسير بتاع التويست بتاعي حصل فين? ما بين الليمت ستاعي اللي هو اللور ليمت اللي تحت هنا اللي لونه برتقاني ده. والابر ليمت اللي هو اللي لونه برتقاني فوق هنا ده. انما من تحته ومن فوقه هو ماشي ستريت زي ما هو. طيب. التويست ده انا ممكن استخدامه استخدام تاني. يعني انا ممكن مسلا نمسح البوكس ده دلوقتي. وقل له انا عايزك تعمل لي هنا سلندر. بالمنظر ده. وطبعا هنسيب السيجمنتس اللي فيها دي لان احنا هنحتاجها. ممكن نزود السيجمنتس بتاع الهايد كده. ممكن نزود بتاعنا شوية. والسلندر بتاعنا دي هاخد منها على محور الـ X بالمنظر ده هدوش وعمل موف. والكافي مش انستانس عادي. لو مسكت اللي اتنين دول وحطيت عليه موديفير التويست. طبعا على محور الزد. والانجل بتاعي لو زودتها هتلاقي ان هو بيلف الكتلتين حوالين بعض. وفيه طبعا مباني ارجاني كتير بنشوفها على النت وبتبقى بالمنظر ده. طيب. بما ان انا وصلنا المنظر ده خلينا نسيبه في جنب كده. ونعمل بوكس هنا نتكلم فيه على موديفير تاني اسمه لاتس. طبعا نعمل بوكس باب المنظر ده كده. وممكن اقول له السيجمنس بتاعي خليها لي خمسة في خمسة. خمسة سوري كتير قوي. قلي خمسة في خمسة في خمسة المنظر ده. وهاجي هنا على موديفير لست بتاعي ودوس حرف ال ال وحطه موديفير لاتس. هتلاقي ان هو حولي السيجمنس بتاعي لحاجة اسمها ستراتس وحولي لفيرتكس لحاجة اسمها جوينتس. لو شلت التأثير بتاع اللاتس كده هتلاقي ان السيجمنت هنا مثلا وفيه بيرتكس هنا وسيجمنت هنا وكلهم بنفس المنظر لو حطيته تاني هتلاقي ان كل سيجمنت تحولت لسترات وكل بيرتكس تحولت لجوينتس. طيب. ايه البراميترز اللي عندي اول حاجة ان انا ممكن اقول له خليهم لجوينتس بس فهتلاقي ان اللي ظاهر عندك البرتسيز اللي تحولت لجوينتس. وممكن تقول له ستراتس بس فمايبقاش فيه جوينتس ويبقى كل اللي عندك السيجمنتس تحولت لستراتس. ولو هو طبعا على الديفلت بتاع اللي هو بوس هيبقى بالمنظر ده عندي. طيب. اتعانوا نغير لون الكتلة دي كده. لو نزلنا تحت هنلاقي ان فيه مربع خاص بالبراميترز بتاع الستراتس وفيه مربع تحتيه اللي هي البراميترز بتاع الجوينتس. طيب. الستراتس بتاعي هتلاقي اول براميتر اسمه الريدياس لو انا كبرته هتلاقي الريدياس بتاع الستراتس عندي بيكبر بالمنظر ده كده. طيب. تعال نسيبه كده مثلا. هتلاقي عندك هنا فيه براميتر اسمه سيجمنتس. والسيجمنت ده لو انت زودته هتلاقي بيحطت لك سيجمنتس عرضية بالمنظر ده كده بهدف ان انت لو محتاجها في المودلنج بتاعك يعني بعد كده الهدف الماء فهتعال نقللهم ان احنا مش محتاجينهم دلوقتي ولو زودنا بتاعنا هتلاقي ان انت كل ما تزود بتاعك كل ما هتبقى الدنيا كيرفي اكتر بالمنظر ده طيب انت لو عايزها تبقى كيرفي كيرفي قوي يعني هتعلم على الاتشيك اللي هنا الاسمه سموز ده هتلاقي ان هو بقى كيرفي بعدها لقلم الصيز يعني تمام طيب الماتريا الاي دي دي طبعا هنفهمها لما ناخد في الماتريالز هتلاقي في تشيك هنا اسمه واحنا عارفين ان الكابس عندنا في الماكس اي كاب يبقى هو بيتكلم على فتحة هيسدها لو انا قلت له كده اخدوا بالكم الفتحات اللي هنا دي لو قلت له هتلاقيه ستديل الفتحات بتاعي بالمنظر ده طيب تعال ننشيل ده وتعال نقلل ده كده شوية تمام لو نزلت تحت هتلاقي المربع بتاع الجوينتز في ايه بقى مربع الجوينتز برضو هتلاقي ان في ريدياس اللي هو انت لو زودته كده هتلاقي حجم الجوينت재 عندك بيضيد فيه بقى ثلاث حاجات فوق اللي هو التترة والاكتا والايكوز ده لو انا غيرت الاكتا ده خليته التترة هتلاقي شكل الجوينتز بتاعي اللي غير بالمنظر ده لو رجعته اكتا هيرجع كده تاني شكل التالط ده اللي هو بالمنظر ده طيب اللي هناك تولنا لو انا زودته هتلاقي الحجم بتاع الجوينتز بتاع الكبر هتلاقي السيجمنتز gradient لو انت زودتها كده هتلاقي ان انت في الاخر كل ما هتزودها بتحاول ان انت تعمل سفير تمام وممكن بعدد اقل بتاعت تعمل تشيك على سموز هنا يبقى انت خلاص كده عملت السفيرز بتاعك. طيب كده البراميترز بتاع اللي هتس خلصت تعالوا نمسح بقى البوكس ده. في حاجة بس عايز اقولها انت لما بتيجي تاخد كابي لو انا مسكت اي واحد من دول وجيه تاخد منه كابي كده مسلا على محور الواي تمام. الويندو اللي بتطلع دي اسمها انا كلون اوبشنزي بنا كلون يعني ايه كلون يعني كابي. طيب انا عايز امسك الاتنين دول كده وادوس رايت كليك هنا واقول له كلون كلون يعني ايه يعني اعمل الكابي طب هيامل الكابي فين هامل الكابي بالزبط في نفس المكان بتاعهم. لو انا قلت له كابي كده وقلت له اوكي هلاقيه خدلي نسختين خدلي نسخة تانية هنا هي عندي اللي انا عامل عليه السلائك تليجي ده هقول له كنترول زد واسابة هنا. والاتنين سيلندر دول هنحط عليهم موديفير اللاتس بتاعي. وهقول له خليها لي تبقى ستراتس بس. و ممكن نغير لونها كده نخليه ابيض مسلا. تمام. هنلاقي ان ده المنظر اللي احنا وصلنا له. والمنظر ده وصلنا له بسهولة جدا ومنشوفه على المباني الارجانيك كتير بيقوم جوين حطين جوه هنا الماتيريال بتاع الازاز او الكلادن ايان يكون الماتيريال بتاعه وبيع الماتيريال اللونها ابيضين. فبكل سهولة قدرنا ان احنا نحصل على الشكل ده يعني. كده الجزء الثاني خلص واشوفكم في الجزء الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.